وانا نقرأ في رسائل انستجرام كان رسالة يعني قصتني بزاف هذه الرسالة حاولت اني اتصل بالعيلة ديالهم تخيل محمد ولا تخيل شيخنا انه رسالة طفل في عمره اربع سنوات اصيب بسرطان جرى به بابه من مستشفى الى مستشفى هو من ولاية وهران طفل في عمره اربع سنوات كان كيل وردد وكن شوفوا الصور دياله اللي بعثته للعيلة بعد اصابته بالسرطان للأسف مستشفياتنا ما متكفلتش بالعلاج دياله وش يدير بابه هذه القضية رح نحكيها وربما صرت لأول مرة في الجزائر انه بابه يرفدو ويحرق فيه كما يقولوا ناس الغرب يحرق فيه في بوطي ويديه من وهران الى اسبانيا مع مجموعة من الحراجين ويوصل هذك الولد اللي في عمره اربع سرطان هو شعره كامل طايح ومصاب بالسرطان ويوصل الى اسبانيا ويشدوهم خفر السواحل في اسبانيا يرفضوا طفل ويدوه الى مستشفى الان راه ويعالج في مستشفى اعتقد احدى مستشفيات اسبانيا والوالد راه موجود معاه تصور معي حرقة الام كيفاش راه تشوف في وليدها اللي راح الراج وتفول صغير ربع سنين راح الراج وقدر بابه انه وصلوا الى اسبانيا باش يعالجوا نشوفوا فقط هذ الصور اللي وصلتني عن طريق حسابي في الانستجرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة